السلام عليكم مشاهدي الكرام اذا كنت تتوفر على مثل هذا الطابليت او اللوح ذو الشاشة المقصورة وبه مكان اخراج الفيديو والاوديو فيديو هنا مثلا لا ترميه ويعني استخدمه بشكل مختلف اياك ان ترميه او كان عندك مثل هذا الطابليت مثلا شاشته تالفة هذه الشاشة تبدو بيضاء بدون صورة وبها ايضا مكان اخراج الاوديو فيديو هنا الاوديو فيديو يعني مكان اخراج اشارة الصورة والصوت وبه مكان استقبال معلومات من الخارج او سوف نستعمل هذه الازرار ايضا لكي نستغل له بطريقة مختلفة سوف نحتاج ايضا هذه الانواع من الكابلات كابلات اش دي ام اي او اش دي ام اي ثم هذا النوع من الكابلات انا ساستخدم هذا الكابل لاني سوف استخدم هذا النوع من اللوحات يعني هذا الفيشة يلائم هذا المكان يسمى يسمى كابل ارسي ا او كابل يعني اوديو فيديو انالوجيك سوف استعمل هذا لكي فقط اريكم او ابين لكم كيفية استغلال هذا الطابلت بشكل مختلف سوف نربطه مع التلفاز ثم نغذي هذا الطابلت بخمسة فولت هذا الطابلت يستقبل فقط تغذية خارجية اذا كنت تتوفر على طابلت بها بطارية سوف لن تحتاج هذه المرحلة او هذا الربط الخارجي بالطيار سوف ايضا نستعمل هذا الكلي او الداكلة التي تتوفر على ميديا او تتوفر على صور فيديوهات او موسيقى ندخله في المكان ثم بعد ذلك سوف نربط هذا الكابل بالتلفاز اذا شاشة الطابلت مضاءة بدون صورة سوف اربطها مع التلفاز ونرى النتيجة سوف ندخل الكابلات في مكانها المناسب نلاحظ انها يعني تبين او تظهر ما هو موجود بالطابلت دون الحاجة الى استخدام واستعمال شاشة الطابلت اذا هذه الصورة خاصة بالطابلت سوف نستخدم او نقرأ الصور الموجودة بالكلي او بالداكرة اذا هذه القائمة لأسف هذه الطابلت تقرأ فقط الصور دون الموسيقى او الفيديوهات اذا هذه الصور الموجودة بالطابلت او بالداكرة يمكن حسب الطابلت الموجودة عندكم يمكن قراءة الفيديوهات الصور الصوت واذا كان الطابلت تدعم استقبال قنوة التلفازية والاذاعية سوف ترى الكل على شاشة التلفاز دون الحاجة الى شاشة الطابلت يمكن ايضا استعمال الفقراء لاستخدام الطابلت بشكل عادي هنا على التلفاز اذا هذا كل شيء اتمنى ان تكون الفكرة واضحة ومفيدة بالنسبة لي لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك لنستمر في تصوير المزيد والاشتراك في القناة اذا كنتم من الجدد ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم المفيدة والمشجعة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو اخر بإذن الله